موسيقى قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جاءت الحوراء بالطفل الرضيع إلى أخيها الحسين عليه السلام تحمله فدفعته إليه وهي باكية وقالت أخي خذ طفلك فإجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء قائلا يا قوم قد قتلتم إخوتي وأولادي وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل وهو يتلظى عطشا من غير ذنب آتاه إليكم فاسقوه شربة من الماء فاختلف العسكر فيما بينهم فمنهم من قال إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل ومنهم من قال اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية فلما رأى ابن سعد ذلك صاحب حرملة ويلك يا حرملة اقطع نزاع القوم قال فما أصنع قال ارمي الطفل بسهم قال حرملة فرأيت رقبته تلمع على عضد أبيه الحسين عليه السلام فرميت الطفل بسهم فذبحته من الوريد إلى الوريد فلما أحس الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أبا وجعل يرفرفك الطير المذبوع فملأ الحسين كفه من دمه ورمى به نحو السماء ما سقطت منه قطرة قائلا اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح ثم قال عليه السلام هون ما نزل بي إنه بعين الله يا رب إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين فنودي دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة ثم جاء به إلى المخيم فاستقبلته ابنته سكين قائلة أبا يا حسين لعلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببقيته فقال الحسين عليه السلام خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد عندها صاحت وأخاه وعبد الله أما النساء فإنهن لما رأينه مخضبا بدمه مذبوحا من الوريد إلى الوريد تصارخن وأعلن بالبكاء عليه ثم قامت إليه عمته أم كلثوم ضمته إلى صدرها وجعلت نحره على نحرها وجرت عيونها ثم نادت ومحمده وعليه ماذا لقينا بعدكما من الأعداء ولهفتاه على طفل مخضب بدمائه وأسفاه على رضيع فضم بسهام الأعداء اشتركوا في القناة